سوف نبدأ بتحضير صينية باقلاوة جوز الآن الوقت لنا لتحضير الوالنط باقلاوة تري لذلك نحتاج هذه المصادرات 1 باون 4 كوب جوز مطحون 1 باون 4 كوب جوز مطحون نعم 1.5 كوب شقر 2 تبال سفوز كاردموم 2 ملاعق طعام هيل مطحون 1 باون 1 باون فلو شيت 1 علبة 1 باون أرغفة باقلاوة 1 كوب 2 ستك برر ملت 1 كوب 2 قطع زبط مذاب للسيرب للشيرة 2 كوب شقر 2 كوب سكر 1 كوب وارر 1 كوب ماء 1.5 تي سبون لمن جوز 1.5 ملعقة كوب عصير ليمون 1 تي سبون أورنج بلاسم وارر 1 ملعقة طعام ماء زهر 1.5 تحضير الشيرة 1.5 ملعقة طعام ملاق 2.5 ملعقة طعام ماء 2.5 ملعقة طعام ماء سوف نحرك الى ان يذوب السكر كله. المحلول بدى يغلي. الضفن العصير ليمون. الضفن الى ان يغلي لمدة 3-4 دقائق اخرى. المحلول دى يغلي لمدة 3 دقائق اخرى وثخن وتحول الى شيرة. الآن الضفن يغلي إلى سيروب. يغلي حتى يغلي لمدة 3 دقائق اخرى. اضفن العصير من 3 دقائق اخرى. الضفن الزهر نضيف تقريبا. عدد لحظات قبل ما نشيل الشيرة من الفرن. الضفن الضفن الضفن. نحن نتركها الى ان تبرد تماما قبل ما نستعملها. لتحضير هذا النوع من البقلاوة. نضيف حشو. هنا لدي جوز المطحون ناعم. هنا لديه الوالنط. يكون جميلة جميلة. سأضع الضفن والكاردمون. نضيف السكر. و الهيل. سأضحها. حتى يكون جميلة جيدة. سأخلطها الى ان يخلط كل الزين. تضيف حشو. حتى ذلك. سأضع الضفن. نضيف نخلط الى ان تبقي المطحون. نضيف حشو. أنت تضيف نخلط. أنت تبقي المطحون. أفضل للمسل المطحون. لنضيف حشو. يمكن أن تستخدم أي شيء ما تحتاج، ولكن يجب أن تستخدم الوضع للإفعاد الذي سوف أقوم بعمل سوف أستعمل هنا عندي هنا بايركس سوف تستخدم الوضع في ديامتر سوف تستخدم أي شيء ما تريد سوف تستخدم قلب كيك أو أي صينية تكون مدورة بس يكون بها حافات تقريباً إنج إلى تو إنج أجل أن تستخدم الوضع لديها حافات تقريباً سوف تكون مدورة إلى ديامتر هنا سوف أضع المبارسة باكلاوة على كل مبارسة باكلاوة سوف أقص كل العلبة التي تكون بها عشرين أرغفة سوف تستخدمها كلها بهذا القطر اللي هو بقطر الإناء اللي راح أطبخ أو الصينية اللي راح أطبخ بها البقلاوة سوف نتأكد بأنه راح نقص كل الطبقات اللي هي كل علبة يكون بها تقريباً عشرين إلى اثنين وعشرين أرغفة قصيناها كلها باكلاوة اللي هي كل علبة يكون بها عشرين إلى اثنين وعشرين رغيف قصيناها كلها حسب الإناء الصينية اللي راح نطبخ بها سو هنانا إذا استعمل هذه الصينية فلازم أقص كلها تكون بنفس الحجب وهذه اللي متبقية نقدر طبعاً نستعملها لأشياء أخرى سوف نضم هذه الصينية ونستعملها لأشياء أخرى سوف نضم هذه الصينية لأشياء أخرى كنت سوف نضم هذه الصينية بنفس الخمس بالكتبل سوف نضم الضبخ بها قليل من الزبت المذاب وهنا نضم حجب الصينيةoon نستعمل حجب الصينية سوف نستعمل حجب الصينية ورح يكون تنظيف الصينية طبعاً يكون كل سهل لدينا البصاب let's know it. we're use the parchment paper for two reasons for easy cleaning. and of course that's going to help us to lift the whole baklava from the baking pan, will make it very very easy. so i will start first of all now i have my baking tray ready, the pillow sheets we are ready , all the praising. كيف حضرتها بالحجم و الشكل الذي يريدها سأول اخذ 1 فلو شيت 1 لير وضعه على البطن برشة والصم ملت برر اخذ قطعة أو رغيف من البقلاوة و راح ندهنة بقليل من الزبت المذاب ثم نضيف ثم نضيف اخذ أخذ فجم وضعه برشة برشة نضيف ثم نضيف اخذ ثم نضيف نضيف مباشرة نضيف نضيف الارغفتين اخرى ندهن كل واحدة بنفس الطريقة نضيف الارغف اثنين من البقلاوة نضيف الارغف وحشو الجوز وحتى يكون لنا ثمان طبقات من الحشو وارغفة البقلاوة يمكنك أن نضيف الارغفة بمثاقة نضيف الارغفة وبعد ذلك نضيف الارغفة الارغفة ادنا اخر كمية الجوز الحشو انتاب و الى الثلاثة سوف نضع 4 طبقات والطبقات الاخيرة راح تكون اربعة الى خمس طبقات من الارغي في الطبق الابا سوف نضع 4-5 طبقات فيلو شيف لما تحتاج الى الان ا銘 اكتب و نضع كل طبقات امسك الان نضع الامر بجرين نضع ملطب اشتركوا في القناة 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 هذا نوع من البقلاوة اول شي طعمه كلش طيب ومنظره كلش حلو حلو حتى تقدموا طبعا الزوار اللي يجوكم او اذا تغذوك هدية إلى احد الآن الباقلاة مستعدة للباقلاة حتى نطبخها بالفرن حمينا الفرن 325 دقائق حمينا الفرن 325 دقائق سوف نطبخها في مدة 30 إلى 35 دقائق نطبخها لمدة 30 إلى 35 دقائق نطبخها لمدة 30 دقائق طبخنا صينية الباقلاة بالفرن لمدة 30 دقائق وشكرا جدا 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 وشكرا جدا 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 نظر كيف يبدو جدا جدا وشكرا جدا 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 وشكرا جدا جدا فكم томها زرها المشترم بعد أن نصنع المضكيه من الباقلاة طبخ الديد راح نضيف الشيرا الي هي شوية باردة وشكرا جدا ولكن يصنع المضكيه واكد أن تشعر أكد المضكيه إلى الباقلاة راح نتركها لعدد دقائق حتى تبرد قليلا قبل ما نقدمها راح نبدي بتحضير قش البلبل بعد الفاصل